ظهور الزنا والخمر لقد انتشرت الخمور بشكل مرعب اليوم أصبحت أهم من الماء في كثير من الدول للأسف ومعظمها غير إسلامي ولله الحمد الزنا انتشر كثيرا أيضا هذه الظاهرة أحبة في الله لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مكة المكرمة أو في المدينة كان هناك دور معروفة وقليلة جدا لممارسة الدعارة الخمر كان له اسم واحد أو اسمين أو ثلاثة أو عشرة أسماء مثلا اليوم آلاف الأسماء للخمر يسمونها بغير اسمها وهي كلها خمر تذهب العقل طيب ماذا يقول الحديث الشريف الذي يحذرنا من اقتراب الساعة يعني أخي الحبيب أنت اليوم أمام علامات تراها بعينك أريد منك الآن أن ترجع 1400 سنة للوراء سوف ترى مجتمعا مختلفا تماما مجتمع لا يوجد فيه كهرباء ولا مصانع ولا اتصالات رقمية ولا يوجد فيه كل هذه التكنولوجيا التي تراها الآن وسائل النقل عبارة عن الحمير والدواب والإبل هذا المتاح والخيول وغير ذلك يأتي رجل في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام ليخبرك بما يحصل اليوم ماذا نسمي هذا أنا أسميه إعجاز ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ ماذا يحدث بعد 1400 سنة تأملوا هذا الحديث الصحيح أيها الأحبة في صحيح البخاري وغيره يقول عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا ما معنى يظهر ظهور الشيء انتشاره يعني كلمة يظهر أن ينتشر ويصبح ظاهرا للناس يعني كان مخفيا الزنا كان مخفيا يمارس في الخفاء اليوم يمارس في العلن يعني على الإنترنت على شواطئ البحار في كثير من الدول الغربية وغير الإسلامية يمارس في الشوارع في الحانات في الأماكن العامة حتى بكل بساطة وتشرب الخمر ما معنى تشرب الخمر؟ يعني تصبح الخمور مشروبا أساسيا انظروا إلى دول كثيرة اليوم لا نريد أن نسمي ولكن دول كثيرة الخمر فيها أهم من الماء تجارة الخمر تدر المليارات والتريليونات على أصحابها ويقل الرجال ويكثر النساء أيضا هذا من علامات الساعة نحن الآن المعدل أن عدد النساء أكثر ولكن بقليل إنما هذه العلامة لم تظهر بشكل واضح الآن ولكن ستظهر في المستقبل أنا واثق من هذا حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد قيمهن يعني قيم يعني يعني رجل مقابل خمسين امرأة حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد طيب أيها الأحبة يعني أنا اليوم كإنسان أريد أن أستخدم عقلي في التفكير أريد أن أنظر إلى الأمور نظرة واقعية ونظرة حقيقية وأنجو بنفسي مما بعد الموت كلنا سيموت لا أحد يستطيع أن يهرب من الموت أيها الأحبة يجب أن أفكر بهذا الحديث يجب أن أفكر أن هذا النبي الكريم عندما أخبرني أن الزنا سيكثر واليوم أنت تستطيع من خلال موبايل والكمبيوتر وحتى في الشوارع تطبيقات على الموبايل وعلى الانترنت معدة لممارسة الفاحشة والزنا والتعارف وغير ذلك طيب هذه الظاهرة حذر منها النبي وربطها بأشراط الساعة فإذا رأيتم ذلك أيها الأحبة اعلموا أن الساعة قريبة والموت قريب حقيقة أحدنا لا يدري متى يموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت قد تموت بعد لحظة لا تعلم فإذا أيها الأحبة الموت يأتي بغتا والساعة تأتي بغتا فينبغي أن ننتبه أن نعود إلى الله والعملية بسيطة جدا خلال الثانية واحدة تعود إلى الله هذه روعة الإسلام مجرد أن تنتقل بقلبك وعقلك من حب الدنيا إلى حب الله أنت أصبحت من المؤمنين المخلصين نقلة بسيطة جدا يعني أحبة في الله أن تتقرب من الله وترجو لقاء الله وتستمتع بما عند الله من نعيم سواء في الدنيا أو في الآخرة فالقضية بسيطة جدا هي فقط تحتاج لتغيير نظرتك من نظرة باتجاه الدنيا ومتاعها الزائل وتنظر إلى هذه الدنيا أنه سيأتي يوم تفنى وتدمر الكون كله سيدمر كل من عليها فان سيفنى هذه البيوت التي نبنيها ستفنى هذه الاختراعات والتكنولوجيا كله سيفنى سيدمر في النتيجة وسيبقى عملك معك ستأخذ عملك إلى قبرك وسيكون عملك هو المسؤول عن إدخالك إما الجنة وإما النار عملك لذلك أخي الحبيب أرجو أن نحذر عندما نقرأ مثل هذا الحديث وأن نفكر فيه وأن نعتبر أن الساعة أصبحت قريبة والموت قريب أيضا الموت قريب فنكثر من الأعمال الصالحة من التوبة إلى الله من التقرب إلى الله نتعلم كيف نحب هذا الإله الرحيم الذي يحبنا ولذلك خلقنا نتعلم كيف نجعل حياتنا يعني هدفنا في الدنيا أن يكون ماذا؟ رضا الله أن يكون هدفا لك كيف ترضي الله كيف تحب الله عز وجل هذه متعة وسعادة والله أيها الأحبة لا يمكن أن يشعر بها إلا من يمارسها لو امتلكت المليارات لن تشعر بهذه السعادة سعادة رضا الله عنك وأن ترضى عنه كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق